تبدأ وزارة العمل من يوم غد الأحد الإعلان عن عدد من فرص العمل بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية في مختلف المستويات التعليمية والتخصصات وتستمر تباعا حتى نهاية العام وذكرت الوزارة أن الفرص الوظيفية ستغطي مختلف المؤهلات والتخصصات العلمية حيث سيتم بشكل مفصل ومحدد عرض آلية التقدم والاختيار واشتراطات كل فرصة من الوظائف الواردة بالإعلانات كما أن آلية التقدم ستكون عن طريق قيام المواطن المستوفي للشروط العامة بتسجيل طلبه إلكترونيا عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق موقع تجنيد بالوزارة على شبكات الإنترنت ونوهت وزارة العمل على أهمية قيام المواطنين الراغبين في التقدم لأي فرصة عمل من الفرص الواردة في الإعلان بالتأكد من تحديث بياناتهم لدى سجل القوى العاملة بالوزارة والاطلاع بعناية على الشروط الواردة بالإعلان والاشتراطات المحددة للوظيفة التي يرغبون بالتقدم لها قبل تسجيل طلبهم